الكتاب الذي بين يدي كتاب معروف في المكتبة الشيعية المرجعية القوانين المحكمة في الأصول المتقنة لألميرزا أبو القاسم القمي المتوفى سنة 1231 هجري قمري وأنا أحدثكم في الحلقات المتقدمة عن كتب علم أصول الفقه التي أُلفت ما بعد الوحيد البهبهاني الذي توفي سنة 1205 للهجرة والذي كان سببا في إلغاء المدرسة الأخبارية التي كانت تهيمن على الأجواء الشيعية آنذاك وانتقلت الهيمنة بسبب الوحيد البهبهاني إلى المدرسة الأصولية واستمر الأمر إلى يومنا هذا من جملة الكتب التي كتبت وأُلفت بعد هيمنة المدرسة الأصولية بعد وفاة الوحيد البهبهاني سنة 1200 وخمسة هذا هو الكتاب إنه الكتاب الذي يعرف بإسم مختصر القوانين أما العنوان التفصيلي القوانين المحكمة في الأصول المتقنة هذه الطبعة التي بين يدي طبعة دار زين العابدين إنها الطبعة الأولى 2018 ميلادي قموا المقدسة الكتاب بحسب هذه الطبعة يقع في ثلاثة أجزاء مثل ما قلت لكم بحسب عنوان حلقة يوم أمس وهذه الحلقة جولة في كواليس المسرح الطوسي أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل علم أصول الفقه مر الكلام وسيأتينا أيضا في الحلقات القادمة إنما هي لقطات من كواليس المسرح الطوسي أقرأ عليكم ما جاء في مقدمة الكتاب التي كتبها محقق هذا الكتاب شرحه وعلق عليه رضا حسين صبح ما كتبه رضا حسين صبح في مقدمة الكتاب في الجزء الأول في الصفحة العاشرة بعد أن مدح الكتاب متحا عظيما ولا بد أن أخبركم من أن الكتاب هذا كان يعد جزءا من المنهج التدريسي في حوزة النجف فبعد دراسة كتاب المعالم الذي حدثتكم عن معالم الدين وملاذ المجتهدين الذي ألفه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني المتوفى سنة ألف ودعش هجر قمري والذي قلد فيه المختصر الحاجبي وأراد أن يجعله بديلا عنه حدثتكم عن هذا الموضوع لا أريد أن أعيد الكلام فالطلاب في حوزة النجف بعد دراسة المعالم كانوا ينتقلون إلى دراسة كتاب القوانين إلى أن كتب محمد رضا المظفر كتابه أصول الفقه محمد رضا المظفر توفي سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين للهجرة فصار كتاب المظفر بديلا عن القوانين الذين يريدون الدراسة القديمة يدرسون القوانين وإلى يومنا هذا في إيران هناك من طلاب الحوزة من يرغبون في اتباع المنهج القديم حيث يدرسون كتاب القوانين للميرزا القمي المتوفى سنة ألف وميتين وواحد وثلاثين للهجرة مدحه المحقق مدحا عظيما وهو لا يختلف عن سائر كتب أصول الفقه هذا العلم الشيطاني بامتياز والذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة المحقق هكذا يقول في الصفحة العاشرة وقد ذاكرني أحد المدرسين الكبار أحد المدرسين الكبار في حوزة قم وقد ذاكرني أحد المدرسين الكبار فقال فيه فقال فيه قال فيه كتاب القوانين إن مطالب كتاب القوانين تفتح الذهن وتوقده هذا رأيه جيد هذا الكلام إن مطالب كتاب القوانين تفتح الذهن وتوقده وسمعت وكما ينقل ومصدره الصدور كما في المثال بالفارسية يعني من صدر إلى صدر يورد مثالا باللغة الفارسية معناه ومضمونه من صدر إلى صدر فما جاء من قولا من صدر إلى صدر هو هذا أن طبيبا بعد أن اطلع على كتاب القوانين هل هذا الطبيب متخصص بعلم أصول الفيق أم لم يكن متخصصا أن طبيبا بعد أن اطلع على كتاب القوانين وقدرة صاحبه فيه على الدقة في التحقيق كيف أدرك هذا إذا كان طبيبا ليس متخصصا بعلم أصول الفقه إذن لا بد أن نفترض أن الطبيب هذا مثل ما هو متخصص في الطب متخصص في علم أصول الفقه حتى يستقيم الكلام أن طبيبا بعد أن اطلع على كتاب القوانين وقدرة صاحبه فيه على الدقة في التحقيق قال إن صاحب هذا المؤلف سوف تتأخر حاسة سمعه في أواخر عمره لكثرة تفكره لما كان قد أبداه في تحقيقه لمطالب هذا السفر القيم وهذا الذي تحقق وصار الميرزا القمي فخد سمعه بالتعبير الشعب العراقي صار أطرام أنا أسألكم هل العلم الحقيقي يوصل الإنسان إلى البصر والبصيرة إلى البصيرة في النظر وفي السامع أم أنه يكون سبباً في أن الإنسان يفقد سمعه هذه من كرامات الميرزا القمي ومن كرامات كتاب القوانين هذا هو المحقق يثبتها هنا هل يتحدث عن طبيب في زماننا أم أنه يتحدث عن طبيب في زمان الميرزا قبل أن يصاب بالصمام بالنتيجة هناك طبيب اطلع على كتاب القوانين وطلع على دقة التحقيق فيه فوصل إلى هذه النتيجة من أن هذه الدقة ستؤدي بالمؤلف إلى أن يصاب بالصمام وهذا هو الذي حدث بالفعل أصيب بالصمام بسبب هذا الكتاب بسبب غيره هذا أمر آخر لكن الميرزا القمي في آخر عمره أصيب بالصمام هل هذه كرامة يضحكون عليكم يضحكون عليكم هناك حكاية في السياق نفسه ذكرها صاحب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات محمد باقر الخنساري طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان وهذا هو الجزء الخامس رقم الترجمة خمسمية وسبعة واربعين إنها ترجمة الميرزا القمي تبدأ صفحة ثلاثمية واربع وخمسين الميرزا القمي جاء في تفاصيل ترجمته صفحة ثلاثمية واثنين وستين صاحب روضات الجنات هكذا يقول ونقل لنا أيضا بعض الثقات أنه لما فرغ من تصنيف كتابه القوانين ذهبوا بنسخة منه إلى حضرة مولانا بحر العلوم في النجف الأشرف على مشرفها السلام لأن الميرزا القمي في تلك الفترة كان في مدينة قم عاش في النجف ولكنه بعد ذلك انتقل إلى قم وتوفي فيها وقبره معروف في مدينة قم ونقل لنا أيضا بعض الثقات أنه لما فرغ من تصنيف كتابه القوانين ذهبوا بنسخة من إلى حضرة مولانا بحر العلوم في النجف الأشرف على مشرفها السلام فلما الرآها المرحوم السيد يعني سيد مهدي بحر العلوم وأحاط ببعض مطاويه خبرا بعد المطالعة ولما يدري أنه من أي مصنف جاء بها هو لم يكن عالما من أن النسخة هذه من هذا الكتاب الذي اطلع عليه بحر العلوم لأي مؤلف ولما يدري أنه من أي مصنف جاء بها إلى صاحبها وقال يا هذا لاحظت كتابك هذا ولم ولم أدري ممن هو إلا أن صاحبه ممن قد أصيب في بعض مشاعره لا محالة أم لابد له من آفة تنزل على سمعه أو بصره فقيل له رحمه الله بلى إنه من تأليفات جناب مولانا الميرزى وقد أصيب بعد فراغه من هذا التأليف في سمعه الشريف وابتلي بثقل السامعة وثقيل آفة الصمام دون الخفيف ابتلي بثقيل آفة الصمام دون الخفيف فتعجب الحاضرون والسامعون في المفروض من وهذه العجمة الموجودة في كل كتب علماء الشيعة فتعجب الحاضرون والسامعون الكلام المتقدم كله عجمة في عجمة في عجمة هكذا حينما نقرأ كتب علمائنا ومراجعنا العظام فتعجب الحاضرون والسامعون في فراسة المخبر بذلك إلى آخر الكلام كلام الطبيب هذا مأخوذ عن بحر العلوم هل هذا الكلام الذي نقل عن بحر العلوم كان كلاما دقيقا نحن لا ندري نحن لا ندري بالنسبة لي حينما كنت ديخيا طوسيا كنت أقدس هذه الأسماء وكنت أحسن الظن فيها وحينما أقرأ نصوصهم أستر عيوبهم وأنا أقرأ النصوص أغير العبائر الخاطئة لأننا نقدسهم ونلقي باللوم على الذين نقلوا عنهم والحقيقة ليست كذلك أما في هذه اللحظة فإني أتعامل معهم على أساس سوء الظن فأنا لا أستطيع أن أحسن الظن بهم بعد أن اطلعت على معايبهم وبعد أن اكتشفت قبيح عوراتهم وبعد أن عرفت الكثير من أسرارهم المخفية التي تخبرني عن قذارتهم وعن دناءتهم لا أستطيع أن أحسن الظن بهم هل هذا الذي وصلت إليه حقيقة ليس بحقيقة سيكون لي عذرا يوم القيامة لأنني متأكد من الذي أقول من خلال تحقيق طويل استمر لأكثر من أربعين عاما وهاني أضع النتائج بين أيديكم مدعومة بالوثائق والأرقام والحقائق وكذبوني وكذبوني كذبوني كذبوني إن كنت كاذبة ولكن بالأدلة والوثائق والحقائق مثل ما أفعل فلنصدق ما قاله الطبيب والنصدق ما قاله بحر العلوم من أن مؤلف القوانين لدقته لعمقه لعظيم إتقانه وهو ليس كذلك ولكن لنصدق السؤال هنا العلم الحقيقي هل يؤدي إلى ضرر الإنسان أم يؤدي إلى نفع الإنسان خصوصا إذا كان العلم مثل ما تقولون من أنه علم مقدس من أنه أشرف العلوم من أنه العلم الذي يقودنا إلى معرفة أحكام الله إنه علم أصول الفقه على أساسه يتحقق الاجتهاد عند المراجع ووفقا له يتم تشخيص الأعلام وتكتب الرسائل العملية التي تعمل الشيعة بها في حياتها الدينية والدنيوية وفقا لقواعده ومبانيه وأسسه أليس كذلك حينما نقرأ في دعاء زيارة آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان زيارة آل ياسين زيارة وردت من الناحية المقدسة التي أولها بعد المقدمة سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته إلى آخر الزيارة في دعاء هذه الزيارة اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم إلى آخر الدعاء هذه المضامين كلها ترتبط بالعلم وأن تملأ قلبي نور اليقين اليقين أعلى درجات العلم والدقة والتحقيق في اليقين اليقين نور نور في السمع والبصر الدعاء نفسه يقول نور وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة فأي علم هذا الذي يفقد الإنسان سمعه ويحول الإنسان إلى كائن أصم هذه كرامة والله هكذا يضحكون عليكم وأنتم تصدقون مسخرة هذا الواقع الشيعي مسخرة بتمام معنى الكلمة العلم يكون نورا للبصري ونورا للسمع ونورا للعقل ونورا للقلب ونورا للضمير لأن يكون سببا في الصمام أي علم هذا لكنني من جهة أخرى أقول لأنه علم شيطاني قذر هذه نتائجه هذا علم شيطاني قذر الرجل المرزى القم غال فيه كثيرا صحيح هناك تدقيق في هذا الكتاب بمستوى المغالات في التدقيق في الأمور لكنه ليس من البصيرة في شيء وليس من الحق في شيء وليس من الهدى في شيء فلقد توغل في مسالك الشيطان عميقا أدى به إلى صممه وصار هذا الصمم الشيطاني كرامة للميرزا القم مضحكة نحن والله مضحكة مسخرة نحن هذه كرامات مراجعنا وعلمائنا نذهب إلى فاصل سؤال وجه إلى الميرزا القمي بخصوص الصديقة الكبرى الزهراء صلوات الله عليها هذا السؤال والجواب موجود في كتابه جامع الشتات كتاب معروف للميرزا القمي جامع الشتات يجيب فيه على الكثير من الأسئلة سؤال من الأسئلة التي وجهت إليه إنني أقرأ عليكم من الخصائص الفاطمية وهذا هو الجزء الأول طبعة الشريف الرضي قموا المقدسة للشيخ الواعظ محمد باقر الكجوري المتوفى سنة 1313 السؤال هو هذا أقرأ عليكم من الصفحة الستين بعد الخمسمائة وهذه النسخة المترجمة من الفارسية إلى اللغة العربية فهذا الكتاب في أصله الخصائص الفاطمية ألفه مؤلفه باللغة الفارسية وهذه ترجمة باللغة العربية بترجمة سيد علي جمال أشرف المؤلف ينقل ينقل لنا عن كتاب جامع الشتات للميرزا القمي هذا السؤال الذي وجه إليه لقد اختلف العوام عوام الشيعة لقد لقد اختلف العوام فيما بينهم فمنهم من قال إن فاطمة أفضل من الحسنين من الحسن والحسين ومنهم من قال أن الحسنين أفضل من فاطمة فما هو قولكم في المسألة يا أيها الميرزا القموي يا صاحب كتاب القوانين وكما يقولون عنك من أنك دقيق دقيق جدا الجواب جواب سخيف إلى أبعد الحدود السؤال من الآخر هل فاطمة أفضل من الحسن والحسين أم أن الحسن والحسين أفضل من فاطمة كلمة سيد الشهداء صدها في أذني حينما كان في أرض الطفوف وهو يتحدث مع عقيلة بن هاشم من أن أمي فاطمة أفضل مني إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول نحن يتحدث عن أبناء فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا نذهب إلى جواب هذا العملاق الذي أصيب بالصمم بسبب علمه الشيطاني هكذا يجيب إنه جواب سخيف إلى أبعد الحدود إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة فهي ليست إماما بحسب ما هو يقول بحسب ما يقول هذا المرجع العملاق المدقق المحقق من وجهة نظر الطوسيين الأثول من وجهة نظر وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا شوفوا شوفوا هذا الخرط هذا هو التحقيق والتدقيق إضافة إلى أنهما كانا أطول عمرا وبالتالي وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر هكذا تقهس الأمور وطول العمر يلزم تحمل الشدائط والمحني والابتلاءات أكثر سيما ثاني سيدي شباب أهل الجنة وقصر عمر البضعة الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان والوقت لا يسع الوقت يسع فقط لهذا الخرط في كتاب القواني أي منطق هذا هذا هو الميرزا القمي الذي يسطرون له من الكرامات ومن أن أهل قوم بأجمعهم سيدخلون الجنة بشفاعته بشفاعة الميرزا القمي ذلك الأصم الأثول العقل الذي ينتج هذا هذا عقل هيمن عليه الشيطان فلا غرابة أن يذهب في مسالك الشيطان كي يؤلف ما ألف في علم أصول الفقه وأدى به إلى الصمام لأنه أثول من الأساس أية كرامة هذه وأي علم هذا وأي هراء هذا هل هذه هي الموازين في القرآن من أننا نزن المنازل للناس بحسب طول العمر وبحسب كثرة المحن والابتلاءات وهذا إذا قبلنا به في عامة الشيعة فإنه لا يصدق على المعصومين صلوات الله عليه أي هراء هذا هؤلاء هم مراجعنا العظام العقل الذي ينتج هذا الهراء عقل شيطاني صرف ولذا سأنقل لكم لقطة من واقع مراجعنا العظام سأقرأها عليكم من كتاب روضات الجنات من الجزء الخامس من المصدر نفسه الذي قرأت عليكم من بخصوص ما قاله مهدي بحر العلوم عن كتاب القوانين ولم يكن عارفا في وقتها وهو يقرأ الكتاب من هو المؤلف صفحة 357 وقد كان بينه وبين صاحب الرياض هذا كتاب فقهي معروف رياض المسائل للسيد علي الطبا طبائي من مراجع حوزة النجف وكربلاء وكان يقطن في كربلاء هو من مراجع الحوزة الطوسية المعروفين السيد علي الطبا طبائي صاحب كتاب رياض المسائل كتاب فقهي معروف الميرزا القمي في ذلك الوقت كان في مدينة النجف وعلي الطبا طبائي كان في كربلاء وقد كان بينه بين الميرزا وبين صاحب الرياض مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها وكان هو الميرزا القمي يرى يرى حرمة الزبيب المغلي في المرقي أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثي لأنه يعتبر أن عصير الزبيب صار موجودا في الطعام والزبيب عنب والعصير العنبي إذا ما غلى لا يجوز شربه وسيكون نجسا كيف يطهر لا بد من ذهاب ثلثي في الغليان أن يتبخر حتى يصبح طاهرا هذا الأمر موجود في الكتب الفتوائية والفقهية الميرزا القمي كان يرى أن الزبيب إذا ما وضع في المرق أو في الطبيق في الطعام المطبوخ إذا لم يذهب ثلثا سائل ذلك الطعام فإن الطعام سيكون نجسا ولا يجوز أكله وكان هو يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيق قبل ذهاب ثلثي مثل ماء العناب ويقول بنجاستها أيضا قبل ذلك يعني قبل ذهاب الثلثين ولكن السيد الذي هو صاحب الرياض كان يحكم بحله وطهارته في مرة من المرات سأحكي لكم الحكاية موجودة راجعوها صفحة ثلثمية وسبعة وخمسين وصفحة ثلثمية وثمانية وخمسين في مرة من المرات الميرزا القمي الذي هو من مراجع النجف ومن كبار مراجع النجف جاء بصحبة حاشيته إلى كربل لزيارة سيد الشهداء لما علم علي الطباطباء الذي كان المرجع الأكبر في كربل دعاه إلى وليمة في بيته إكراما لقدومه لكنه ماذا صنع أمر الطباخين أن يضعوا الزبيبة في كل طعام أنا أسألكم أكو ناقص يسوي هاي الدقة شو تقولون أنتم زين أنت ليش عزمت ليش جبت للوليمة لماذا دعوت الرجل لأجل أن تسخر منه هذا منطق صبياني منطق سفلة ماذا تصفونه نحن في جنوب العراق في البصرة في العمارة في الناصرية في السماوة والله إذا كان موجود قواد يعني قواد وأسقط القوادين لا يفعلها يدعو ضيفا إلى داره ويفعل بهذا الفعل هؤلاء مراجعنا العظام هؤلاء هم وصدقوني هذه الحالة موجودة إلى يومنا هذا هؤلاء كمجموعة عجائز مخرفة مجموعة عجائز مخرفة مع احترامي للعجائز من أمهاتنا وجداتنا ولكن هناك عجائز مخرفة ضرائر من العجائز المخرفة وإلى أي منطق هذا أقرأ فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة ومد مولانا الميرزا يده الشريف هذا هو الذي أقوله لكم حينما يكتب المؤرخ الشيعي يكتب بلسان التقديس من أين جاء الشرف ليده من أين جاء الشرف ليده وهو يعتقد بعقيدة الضلال هذه في الصديقة الكبرى التي لا يطهر إلا أن تصدق على دينه لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك من أين جاءه الشرف ليده ولكنه ما كذا يكتبون وتضيع الحقائق على أي حال فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة ظروف يعني الأواني وبسطت ظروف الأطعمة ومد مولانا الميرزا يده الشريفة إلى مطبوخ كان في جملة ما أعد له من الغذاء ووضع اللقمة في فمه أم لم يضعها الراوي يقول ربما وضعها ربما لم يضعها أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ فتغير وجهه الشريف من أين جاء الشرف لوجهه لا أدري فتغير وجهه الشريف وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه لأنه يفتي بنجاسته وأقبل على جناب السيد معاتبا إياه بقوله مرحبا بإضافتك وإكرامك وإنعامك فقد آذيتنا وأطعمتنا النجاسة ولم يقرب بعد ذلك يده إلى الطعام أي أخلاق هذه هذه أخلاق مراجعنا العظام صدقوني مثل هذه الحكاية أعرف الكثير لكنني جئت بها لأنها مثبتة في الكتاب ما يحدث بين مراجعنا في النجف وكربلا في الماضي وفي الوقت الحاضر من الدناءة والحقارة ما هو أكثر من هذا بكثير وهناك حكايات كثيرة جدا في الكتب البعض منها ومنها ما هو منقول على الألسنة قد يقول قائل ربما تكون الحكايات ليست صحيحة يمكن هذا ولكن بالنسبة لي لأنني أسيء الظن فيهم وبشكل كامل بدرجة مئة بالمئة فإنني لا أقبل منقبة ولا كرامة لهم إلا بالدليل أما سائر القبائع فإنني أقبلها لأن هذا هو من شأنهم أخلاقهم هكذا سلقتهم هكذا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر